يخدوا بالك من حاجة مهمة أو حاجتين مهمين واحد المعبر مفتوح من الجانب المصري التعنط موجود عند الصهينة الدليل حاجتين حاجة منهم أن أنا بعمل هذا الإسقاط الجوي للمساعدات لأن أنا مش عاوز أبطل ضخ مساعدات أو إيصال مساعدات لأهلنا في فلسطين فأنا بعمل كل حاجة ممكنة المعبر مفتوح من ناحيتي ناحية تانية هم اللي بيتعنتوا وهم اللي بيقفلوا وهم اللي بيعطلوا وهم اللي بيبوزوا كل حاجة فلجأت لمسألة الإسقاط الجوي أي طريقة ممكنة نستطيع بها إيصال المساعدات ثق أن مصرها تعملها أو بالفعل بتعملها طب الدليل التاني اللي قلت لك عليه أول مبارح أنا عامل تاني معسكر تاني معسكر ده مش الأول ده التاني تاني معسكر لإيواء النازعين وهشتغل على المستشفى الميداني يجي بقى الإعلام والصحافة الإسرائيلي ويجي العائل بتاعت الإخوان واللي جانهم والسلاسي الواقح الوضيع دي صورة المعسكر المصري بالمناسبة اللي موجود داخل الأراضي الفلسطينية ده رقم اتنين عاملاتك شايفه قدامك عيانا بيانا الأولين ده خلصان وخلاص وتمام وده كان التاني وخلص قدامك أهو والمستشفى الميداني نبدأ العمل فيه فورا ترجمة نانسي قنقر